اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس بالرغم من تجدد الامل هذه الصورة القدامكم يمكن لو تطلعها في هذه الصورة بعدين هذه الصورة القدامكم تعطي فد معنى اخر لشلون ننظر احنا الى الاحداث اللي دنعيشها هذه الصورة انتشرت على وسائل الاتصال هي بالحقيقة في قرقوش احد جنود الحراسات المسيحيين كنلزموا داعشي كنشدونه بس قيسقينوا ماء وهذه بيكل المعنى الانساني انه حتى لو هو عدو يبقى انسان وهاليوم يمكن راح اركز على مفهوم الانسانية مقياس الانسانية في كل الاعمال العلمية والادبية والروايات لا بل كل حضارة يجب ان تكون انسانية او ما هي حضارة حتى الله يقل ان يسوع هو انساني اكثر شخص انساني هو الله الله انساني يعني يحب البشر وهذه المحبة راح نشوفها خلال هالساعة من المحاضرة راح نشوف شوية خارج السياق اللي نسمعه بالادبيات المعاصرة او بالافلام او بالمسلسلات او بالحكي الدارج عن الحب والمحبة كثير كثير زماننا فصل الحب عن الانسانية وهذا اللي جعل مع الاسف المشاكل الزوجية تزداد لمن يعتبر الانسان انه شيء ياخذه من الآخر هو بس صحيح مو شيء يعطينه للآخر وهذا ايضا نقدر نقول اكو فرق بين الحب الغريزي والحب والحب الانساني حب الغريزي عند الطفل الطبيعي ويبقى الحب one way ticket باتجاه واحد انا كنا صغار كنا نقول الطفل يقول ثمي قبل امي يعني شيء انا اريد شيء انا احب شيء انا يعجب مني هو هذا المهم رواية او ملحمة قلقامش قصة قلقامش من كنت صغير سحرتني انا قلت لكم مسبوع الفات من انا طفل احب الحكايات وكنت اسمع نانتي او امي من يحكو لنا قصص الف وليلة وليلة بعدين منصرت كبير بديته اقرأ قصص بحيث المرشد مالي رئيس السمنير ابو نا يوسف اومي كان يقول لي كاف تقرأ قصص انت مخيلتك جامحة ومن تقرأ قصص بعد تجمح اكثر فما راح تكون انسان واقعي ما راح تكون انسان عملي كان يخاف علي خصوصا فترة 14 15 سنة من دخلنا سمنير كان يخاف علي من كثرة قراءتي للخيال العلمي او للقصص الخيالية وبحيث كنت مرات انسى نفسي دق الجرس ما انزل الى اخر من كثرة هذه هذا الحب للقصص ملحمة قيل قامش رافقتني هي والف ليلة وليلة وبعدين لمن قبرت وطلعت على اداب العالم تقريبا من اروح فتبلد اول شي اشتري حكايات او قصص في المانيا اهتميت كثير بالاخوة جريم اللي جمعوا كل الحكايات اللي من صار افلام كارتون واكيد انتم طفولتكم شفتم هذه القصص والحكايات مع الاخوة جريم مثل ليلة والذيب او هال القصص اللي من القرن الثامن عشر جمعوها الاخوة جريم من العجايز مال القرى البعيدة في المانيا والبلدان الناطقة بالالمانيا نفس الشيء بيغو اللي اللي كتب قصص وحكايات للاطفال في فرنسا وكل الدول عند اداب من هذا النوع هذه القصص وهذه الحكايات هي بالحقيقة فد ارث ارث بشري وجدت السينما وحولت الى افلام وجدت السينما الكارتونية مع الاطفال بحيث يعني اكو اشياء خيالية من تخيل اشقد هاي الافلام مع الاطفال من تشرب العالم يحكى يقال انه بوكيمون هاي الشخصية الكارتونية اللي يعرفوها الصغار بوكيمون دخل لليابان اللي هي اخترعتها هي بوكيمون وعائلته يعني وكل الشخصيات اللي هاي معا ودخل لليابان 13 مليار دولار يعني هم هي مسألة اقتصادية بس هي مسألة عالمية انتشار هاي الافلام الكارتونية بالعالم بحيث احنا الكبار اللي ما ولدنا مع الافلام والتلفزيون وهاي ما نتخيل ما يحدث بالاطفال وماذا هذا تأثر بهم انا شخصيا اريد اقلكم بان العراق بلاد ما بين النهرين الشرق الاوسط خلال 2500 سنة البوكيمون ما لم كان اسمه قلقامش يعني كانوا يتناقلون هاي القصة ويكتبوها وينقلوها بحيث شفناها شفنا مننا نسخ بكافة حضارات بلادنا حضارات بلادنا لازم تاخذون فكرة انه هي اولى حضارات العالم ليه ليه ما حضارة اقدم من حضارات بلاد الرافدين او بلاد ما بين النهرين الكتابة صحيح بدت قبل 5300 سنة الكتابة الصورية واول النصوص والنقوش المقطعية التي تسمى مسمارية البدايات 5300 سنة ونقول 5000 سنة عادة للسهولة قبل مصر صحيح هذه اكيدة اليوم معروفة انه هون بدت هذه الكتابة بس احنا اليوم محظوظين انه عدنا الاف القطع والرقم الطينية والحلو هذا الاختراع يعني كل بسيط يعني هو هذا اللي يعجب علماء الحضارات بالعالم اشلون في منطقة مثل جنوب العراق ماكو الا طين ونخل وبس بس بردي يعني يعقل اوراق سعف نخل وماي وزراعة شلون قدروا يحولون هذا الطين الى كتاب وهذا الكتاب ينفخر ينحط بالنار كل ما يجيل بحيث مكتبة اشور بانيبال اللي نقلوها الى اللوفر والمتحف البريطاني ومتحف برلين هذه الكتب كانت عندهم في الطريقة يأخذون يأخذون مثل قطعة طين مثل هاي يكتبون علي من هوني ومن هوني احيانا يكتبون كل ناعم ناعم ويحطوها بالنار تنفخر بالأخير يأخذون طين إلا يسوى يحطوها بالمكتبة من يأتي واحد يقرأ هذا الكتاب يكسر هذا الطين اللي حطوا بالشمس حتى يبس يكسروا يقرأ الكتاب خلصوا ليصوا بالطين مرت اللخ ورجعوا بالمكتبة هاي كانت أساليبهم وهالشكل انحفظت إلنا أحسن من كتبنا احنا كتبنا هذا الورق هذا الورق عمره ما يتجاوز ألف سنة يعني هالورقة ممكن تعيش ألف سنة ويا دوب لأن الورق إذا مصنوع من 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 ألياف مثل قطن أو ألياف أخرى مثل الورق مالقرن السادس عشر خامس عشر سادس عشر يعيش هذا الورق بس الورق ما تاسع عشر ما يعيش لأنه قاموا يخلطون بينه قش بالعجنة ما لوف ما يعيش كثير هسا كثير كتب مع الأسف لمن كنت في أدرس في فرنسا في المكتبة الوطنية مالباريس يقال أنه ثلث المكتبة ما بقى تنقري لأنه مطبوعة على ورق بينه قش من تفتحه الكتاب ينشق فتخيلوا أريد أقلكم أنه لمن لمن أقرأ قصة ألف وليلة وليلة أو أقرأ قصة قلقامش أو أقرأ كتاب مقدس أو أقرأ أي شيء مكتوب قبل 2000 3000 4000 سنة 5000 سنة وكأنه أنا أتصل بهذول الناس اللي كتبوا هاي القصة ومن خلاله راح نحاول نفكك شوية أشو نفكروا وشو كانوا يفكرون وأش رادوا يقولون بهذه الكتابة بس شيء اللي لازم تعرفونه أنه الملاحم والقصص اللي وصلتنا بهذا التنوع اللغوي لأنه سومر كتبت قلقامش بابل كتب عادت كتابته أشور عادت كتابته الحثيين أعادوا كتابته حتى كل الشرق الأوسط كل اللغات سبعة ثمان لغات من شرق الأوسط وصلتنا منا نصوص لا بل وصلتنا بشكل مختلف عند اليونانيين أو المصريين التركيا الحالية فلسطين حران كل هاي المناطق شفنا نصوص من ملحمة قلقامش ملحمة قلقامش هي بقايا فتيار فكري نسميه الحكايات الشفاهية يعني اليوم نحن كثير نهتم بأنه ما هي الكتابة الأساس نحن الشرقيين رغم نخترعنا الكتابة لكن لا يزال الشفاهي عندنا مهم شيء نسمعه وشيء نحكينه هسا الكتابة يمكن بسبب عشق منطقتنا للكتاب وأهل الكتاب والكتاب أخذ أهمية كل شيء كبيري بسبب اهتمام الديانات الكتابية وكأنه هذا الكتاب هو فرد شيء مقدس وفرد شيء مقفول في حين الكتابة ما هي إلا محاولة تثبيت الذاكرة حتى لا تنسى وهذا ممكن أيضا يأذيها ليش لأنه الحكايات الشعبية الشفاهية اللي الناس يحكوا الحكواتية من يحكية يحط من عنده يحط من عنده يعني ياخذ اللحمة أو ياخذ الجذع ما القصة وهو يقوم ينسج حول يلبسه اللي درسنانه اللي درستونه أنا بصورة خاصة عن الحكايات والأساطير هي أشلون أصل إلى الجذع الأول الأصلي وشنو الزيادات اللي صارت هذا فرد علم مع الأسف ما كثير اهتموا بينه جماعتنا بس هو لذيذ جدا يعني نقدر نرجع قصة قلقامش ما هي فقط مكتوبة قبل خمس تلاف سنة جذور جذورة ترجع قبل 12 ألف سنة لأن لدينا أشياء أحداث جيولوجية جغرافية آثارية تعلمنا ما صار وما صار بكل بساطة مثلا واحدة من المحاضرات القادمة سأخبركم أن المرأة التي تحاول أن تربي انكيده على الحضارة تنطينه مقياس الخبز الخبز ونطيك ممكن في الاستعراض عن تاريخ الخبز منطقتنا وشون ظهر الخبز وليش صار الخبز أساس للحضارة ومنين جاء الخبز وين كان الخبز وليش الخبز هو مقياس الحضارة وبهذا نختلف عن حضارات أفريقية مثلا التي لديها غير نوع أكل حتى مصر الأساسي بالتغذية مال كان العدس وهنا يوجد فإشارة بالكتاب المقدس قد يكون محد ينتبه عليها بأن يعقوب من يريد يأخذ البكورية من أخونه عيسو يشتري البكورية بصحن عدس ليس برغيف خبز لماذا؟ نكاية بالمصريين نحن بلاد ما بين النهرين عيني يناكل خبز بينما المصريين يأكلون عدس وليه نقول اله يدري يدري والما يدري كمشة عدس احتقار لحضارات العدس أو حضارات الأشياء الأخرى التي كانوا يأكلوها الأكل مهم جدا بالأساطير وبالقصص الأكل والشرب ودائما بكل الثقافات أهم شيء هي المائدة كل الكتاب المقدس عبارة عن مائدة عبارة عن ميز عبارة عن أكل إبراهيم يستقبل الضيوف الثلاثة ويسوي لهم مأدوبة المأدوبة السماوية القربان المقدس كل هذا يدور حول الأكل فإذن اللي راح نشوفه من خلال هذا الأكل الأكل أذرنا من القصور يعني نحن نحبك كثير اللي قدمنا لك هو مو كافي نحن كان لازم نقدم لك أكثر حتى فريد يوم شفتوا فد شخص كان راح سفرة عزمون إلى دولة في جنوب شرق أسيا اسمه كمبوديا ففي كمبوديا عزموا فريد شخص وقدم له ما لذ وطاب من المأكلات في أحد المطاعم فقال الله ستر أنه بعد ما جاب جابوا الأكل أشكال من الأكل بالأخير بعد ما أكلنا الحلويات وكل هاي بالأخير جابونا صحن رز أبيض يابس قدموا أنا كنت شبعان همزين الله ستر ما ضقتونه لأنه في حضارتهم بعد ما يسوي لك مأدوبة كبيرة يقدم لك رز أبيض حتى يقل لك أنا أريد بعد تاكل بس إياك أن اتطخ هذا الرز الأبيض معناته أنت مراضي عن المأدوبة فيقول أنا من رفضته قمت بالواجب عن جاهل لأن لازم ترفض هذا الصحن الأخير الحضارات كلتا هي هل تحدي ما العلاقة في قصة قلقامش عندنا عندنا مكونات الروايات العالمية يعني قصة قلقامش خليقراها ياباني أو يقراها واحد اسكيمو من القطب الشمالي أو يقراها واحد من سكان أرض النار في جنوب أمريكا الجنوبية أو يقراها فد أفريقي من جنوب أفريقيا أو من غابات الاستوائية قصة قلقامش تخاطب تخاطب كل الشعوب لأن قصة قلقامش تحمل هذه الصراعات التي تحدث داخل الإنسان في داخلنا أكو مشكلة أنا منه أنت منه نحن منه وإحنا وين غيحين هاي الأسئلة الجوهرية إذا تفككون كل قصص وحكايات وروايات وأفلام تجاوب على هالأسئلة الثلاثة الجوهرية هي الأسئلة الجوهرية في كل قصة أنا منه مع منه إلى وين ورغم أن هذه الأسئلة تتكرر في كل شيء لا زال معاصرين أولادنا الدواعي شمالنا لأن ما طرحوا هاي الأسئلة بشكل صحيح وقعوا بالفخ ووقعوا بالمحذور وارتكبوا الحماقات لا بل ارتكبوا الجرائم لأن المقياس في ملحمة قلقامش هي أن الملحمة تريد تقلك قلقامش واحد مراهق أرعن قوي قوي جسميا بس عقله القدات ليش لأنه يتعد ويتجاوز حقوق الناس يتعد على أهل أروق هو مو ملك هو ديكتاتور أوكي فرض نفسه كملك بس هو الولد شاطر يقول شاطر ثلث بشر وثلثين وإله هذه الكلمة لكثير تشلبون بيا في لغة هذاك العصر أش معناته ثلثين وإله ثلثين الولد على الخال نقول ثلثين الولد على الخال أمه ننسون اسمه أمه حكيمة أمه عاقلي وأمه مثل كل أم عاقلي تقول لا تباوعون على ابني فاديوم سيكبر فاديوم سيصير شاطر فاديوم سيجيب لي شهادة ويدخل من هذا الباب يعني كل أم لا ترى وكاعة ابنة مثل ما إحنا نشوف إحنا نشوف وكاعة ونشوف تعد نشوف تجاوز بس ننسون هذه المرأة الحكيمة هي امرأة جدا جدا عاقلي يعني عندها ويهندف الاتصال بالعالم الآخر طبعا نحن قبل خمستلاف سنين لازم نفهم هذا الاتصال بالعالم الآخر أشي يعني أشي يعني لا تنسون عندهم تصور عن الآلهة تعدد الآلهة تعدد القوى عبادة الشمس عبادة القمر عبادة الرعاة عبادة خاصة إحنا عدنا فرد نقطة لازم تعرفوها وهي عبادة عبادة القوة القوة بالطبيعة الخوف من الطبيعة عدم تفسير الأشياء التي تصير بالطبيعة تخيلاتهم عن العالم ماهو الدنيا ماهو يشوفون من الدنيا ماهو يتخيلون الدنيا هذه نسميها الكوسموغونية يعني تخيلاتهم للدنيا الدنيا بالنسبة ألم ماهو الوصف الذي ينطينا هو في ملحمة قلقامش يعني هو فدوصف مفيد جدا حتى نفهم جغرافية هذاك الزمان ماهو كان يعرفون من الدنيا يعني أنت ساكن في منطقة ناصرية حاليا في العراق وتعرف قليلا تقدر تمشي أو كنمشيت والتجار يجون لا تنسون الدول بجنوب العراق بدت كدول مدن التجمعات البشرية تحولت إلى مدن في جنوب العراق أولى المدن أقدم المدن في جنوب العراق بدأوا الناس يتجمعون ومن يعيشون سوى الناس لابد أنه ينتجون أكل أكثر من حاجة تم وهذا اللي يعمل حضارة يعني إذا كل بيت بوحده حتى يعيش نفسه لازم كل أفراد العائلة يشتغلون حتى يعيشون نفسه بس إذا جمعتم فدمية عائلة ومئتين عائلة والمدن هذاك الوقت يعني حسب الإحصائيات العدنة والمسافات البناء العدنة ما كانت تتجاوز أحيانا خمس تلاف شخص هاي هاي يسموها أوروك خمس تلاف شخص بس هالخمس تلاف شخص مجهود العضلي يكفي حتى يعيشون من كثير من الناس ما يحتاجون شغل حتى يعيشون راح يكون عندهم وقت حتى يقعدون يقضون أوقات طيبة نقدر نقول بأن الأوقات الفراغ هي منتوج حضاري من يكون من يكون عندك وقت فراغ هالوقت الفراغ إذا شغلت بالحكايات والكلام فإذا اللغة الحوار هي منتوج الحضارة مع الوقت الفارغ عندنا وقت عندنا وقت أن نحكي أن نتحادث في جنوب العراق الشيخ العجوز هو التلفزيون هو المصدر ما الثقافة ما الحضارة يروحون لصغار يتعلمون على إيده ولا تنسون بأن سنأتي بعدين أن السومريين أسسوا مدارس إلى عمر 13 سنة مدارس إجبارية وهذه المدارس كانت علمهم كتابة والكاتب كان أهم شخصية بالمجتمع مثل كاتب عرائض لدينا لياس لدينا كاتب عرائض لأن لم يكن الناس ولي قبل كم سنة كان يكتبون الحالة العلمية يقرأ ويكتب هذا يقرأ ويكتب هذا فاهم كل شيء المهم يقرأ ويكتب هذه الكتابة هي أساس كانوا كانوا يتناقلون أبا عن جد ف ما يتذكر الإنسان من حكايات أو من أشياء الذاكرة مع البني آدم مهما كان حتى لو إحنا سومريين ما عدنا كهرب ما عدنا أجهزة التي تعبنا مثل ما عدنا اليوم حتى هي ما كان يذكرون أكثر من يعني خلينا نقول سبع ثمين أجيال قبلهم ولهذا نشوف أنه تخيلاتهم وتصوراتهم ستنطي للأجيال السابقة وهذا شي طبيعي كل تقولون الزمن الطيب زمن الملكية زمن الطيب وزمن الخير زمن الذي كنا الحياة أرخاص وهذا كل الإنسان حتى هالأطفال سيذكرون هالسنوات التي عيش بالتعاس سيقولون أشقى الطيب كأن كنا نغوح على منتدى العائلة وكان سيد نعم المحاضرة وهذا الشكل يعني سيذكرون هذا الزمن كزمن طيب أتعس من نماك ودواعش بهدلون وإلى آخره هي نسبية فنهلا ندخل في هذه النسبية حتى بالطعم يعني من كنت مصغار طعم ثمكم العصيات ما اللسان مالكم كانت تذوق الأكل بشكل يختلف من اليوم هاليوم هاليوم طعم ثمكم تغير ما الأكل تغير الأكل هو نفسه بس قبل كانت تذوقون وغير الشكل فكان الأكل أطيب واللحم أطيب والمخذر أطيب وكل شيء كان أطيب كذلك القصص قصص أطيب والناس لها سأكون ناس يعتقدون بأن قبل الناس كان يعيشون أكثر أنا يرحم واثكم يرحم عمي عاش قد عاش طبعا وقعت سنان عمره ثيثين سنة بالأربعين كانوا تسعين بس ما كان يعيشون قبل ليه سأكون ناس يصورون أنه كان أكثر عمالقة قبل وطولهم ست ذراعات وهذه حتى لو مكتوب بالكتاب المقدس هاي جدي من من موديلات ذاك الوقت كتاب المقدس ما مسح العقلية الإنسانية ما مسحها جاب ويانه أخذ أشياء ويانه وحاول أن يقرب شيء آخر حط له غير طعم حط له غير فكرة حط له غير بعد مثل مثل ولو هسه ما وقت أنه أحكي لكم عن المتغيرات الكبيرة التي أخذها الكتاب المقدس بس مثلا النموذج صغير سادوا معامورة كثير ناس من يقرون هذه القصة بالسفر التكوين بالعهد القديم يعتبرون أن القضية هي قضية خطيئة لواط أو زينة محارم بين لوت وبنات وإلى آخره بالحقيقة ما هذا يريد الكتاب المقدس يقول بأن أقبح خطيئة مهما كانت الخطيئة قبيحة أكو شيء أقبح من هو إهانة الضيف إهانة الضيافة حتى حتى بأن الضيف يعتبر مبعوث من الله ملاخ المرسل من الله اللذيف عندما سيأتي ابن الإنسان هل يأترى سيجد استقبال على الأرض إيمان هذا الإيمان لمن استقبال هالضيافة هي تقريبا من مقاومات الحضارة النهرانية واللي بقيت بقاياها عند البدو بسبب مصالح تمام بس هذه المصالح ما تكفي أكو فتشي قدسي بالضيافة المقاومات اللي نشوفها في حضارة ما بين النهرين من خلال ملحمة قلقامش هي خمسة خمس مقاومات الأول هو التقليد المتواتر التقليد المتواتر يعني جماعتنا أهلنا في بلاد ما بين النهرين يقولون بأنه الماضي مهم الماضي مهم هذا الماضي راح ننطلكم هو كان يا ما كان الغريب أنه كل الحكايات العالمية تبدأ في كان يا ما كان هاي كان يا ما كان راح تصير هي المرجعية كمالنا اللي راح ينتكي علي العراقي القديم من أوروك حتى يقيس علي راح يصير قلقامش نموذج هذا النموذج المتواتر أو التقليدي هو اللي راح يأسس للدولة عندنا عندنا مقومات دولة ومن ملحمة قلقامش قدنا مجلس شيوخ العقلاء اللي غح نستشيرهم حتى نشوف إذا كان قلقامش قيمش مليح كملك قدنا مرحلة القدسي يجب أن يكون الملك عنده اتصال بالعالم الآخر قلقامش ثلثين وإله منين جدتوا الألوها من أمه لماذا؟ لأن الأم مهمة طبعا الأم تختلف عن تفكيرنا اليوم بالأم لأننا تحولنا من حضارة الأم إلى حضارة الأب وهذا الشيء أيضا ينقاد في اليوم أسوي لكم فد شوية تعمق بينه تقريبا البشرية عاشت مئات الآلاف من السنين وهي تقدس الأم وفي ملحمة قلقامش لدينا آثار لهذا التقديس تقديس نينسون أم القلقامش حكيمة عقلي بيش اتصالها اتصالها بالعالم الآخر القدسي ما نعرف أشصار أكو فريق آثاري إيطالي اشتغل في صحراء تكل مكان اللي هي على طريق الحرير في كازاخستان أو تاجكستان حاليا في وسط آسيا هذه الصحراء مهمة جدا لأنه اكتشفوا بأن في حوالي سنة خمسة تلاف قبل الميلاد كان كان أكو فدمدينة تجارية راحوا كنعملوا طبعا صحراء هذه الصحراء هي فدمأساد أقصى صحراء بالعالم أكثر قاسية بعد من صحراء الكبرى ما الشمال الأفريقية وأكو كثير قصص رحالة فاتوا ما طلعوا وأجدادنا نحن البلاد ما بين النهرين المسيحيين ما الشرق الأوسط أجدادنا كعندهم خبرة بهذه الصحراء حتى قدروا يعبروها ويصلون للصين من خلال هذه الصحراء قلب الصحراء شافوا مدينة بيتحول كبير لأنه قبل خمس تلاف قبل الميلاد كانوا يعبدون الأم كانوا يعبدون عشتار عشتار ستار أسترا هذه الإلهة الأم كل القدامة كانوا معجبين بالولادة وما كان يعتبرون دور الأب مهم دور الأب ثانوي فعلا دور الأب ثانوي لأنه هي تشيل وتسعة الشعور وهي تربين وهي ترضع ودائما الولد قلبه على أمه ها دائما حب الماما كثير قوي لا تسعلون يا رجل هكذية من بداية البشرية فكانت الأم معبودة خلال نقول مئات الآلاف من السنين مو بس الأم معبودة الأنثى معبودة حتى أنثى الحيوان والدليل هي عبادة البقرة في الهند من بقايا الأمومة ورموز الألوان الحليب لونه أبيض والبياض لون الطهارة والنقاء يعني في داخل مخيلتنا نحن كبشر يبقى أشياء أشناها من طفولتنا تأثر بنا أش صار صار في حوالي أربعة ألاف خمس تلاف قبل الميلاد صار فالتحول وهذا التحول راح يغير ويتش العالم ويغير الحضارة نتحول من عبادة الأنثى إلى عبادة الرجل الذكر ويصير الإله القوي البطل مردوخ يصير ذكر ويصير قلقامش القوي البطل ذكر رغم تأثير ننسون ما متوا علينا بس يبقى هو ذكر الذكر أشنو الذكر قوة الذكر عضلات بس يبقى هذا الذكر طفل كبير فالآله هاش تعمل راح تحاول أن تكسر خشمه تخلق له واحد قوي مثله تخلقه بري تخلقه متوحش تخلقه يعيش بالبراري يشرب ماي مثل الحيوانات شعره طويل توصف ملحمة القامش فتوصف وتسميه إنكيدو فجأة نكتشف بأنه أكو إنكيدو وقد قامش ويدخلون في صراء رهيب والملحمة رغم أنه ما وصلتنا متكاملة مية بالمية أكو عندنا كثير من العيوب بالنصوص رغم أنه قد يكون نصوص بملحمة قامش أكو مناطق مخرومة أكو طبعا مثل الحكايات الشفاهية دائما أكو تكرار أكو تكرار وهذا التكرار تقريبا هو مقياس الحكايات راح راح يصير صراع بين قامش وإنكيدو وبما أنه هي قوة متساوية ما حد يغلب بس بالأخير الحضارة هي اللي تنتصر بس ما راح تكسروا ما راح يقتلوا راح يبتسملوا راح يمديدوا يشيلوا يقوموا ويحضنوا وراح يصيرون اثنين صداقة راح يصيرون صداقة حب حب اللي كان يحتاجوا هذا المراهق قامش اللي ما كان ممكن يلقينوا في في أمه لأن هي أمه ولا يلقينوا في النساء اللي كان يتعدى عليهم في أروك وما حد يقدر يحكي لقانوا في صديق وهون ايضا راح ندخل في معاني اشكال الحب اللي موجودة في حياتنا الحب ما هو بس جنسي حسي بالزواج أو لا الحب هو انت منه الآخر منه صورتي انت تعكس ليا فعلا هون عندنا في قلقامش عندنا تعريف للصداقة اش راح يصير راح يرفعون التهدي اثنين وراح يريدون يعملون اعمال ما حد كنسواها قبل راح يريدون يقتلون الوحش اللي اسمه خمبابا أو همبابا أو هواوا هواوا خمبابا هو شخص شخص اسطوري راح نشوف بكل الاساطير يمكن نشوف في احلام الاطفال بالعربي نسمينه بوع بوع بكل الاداب اكوف شخص وحش او ذيب ذيب من كنتو صغير كان الديدي المهد ما الاختي يعلقون بي ام السبع عيون او الحجر اللازوردي ما اسمه هذا هذه الحجرة اللازوردية 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 كان مستعملة من زمن السومريين هذه الحجرة مثل خرزي اللازوردية يعني زرقاء على بنفسجي وكان من بين الأشياء التي تشق تشق بعد ما كان كان مدئين تشاين ذاك الوقت هذه الأشياء كان يلموها أصداف ما أصداف كان يكن سن ذيب ذكر لي الآن كان تذهب عند الصائغ ويلبس لك سن ذيب ويلبس سن ذيب تعويذة تعويذة لماذ سن ذيب ذيب هو حقيقة نموذج لمخاوفنا القديمة الكثير قديمة الراعي من يخاف من ذيب أجداد أجدادنا قبل آلاف السنين كانوا رعاة انقسمت المجتمعات بعد ما كانت مجتمعات قليلة السكن كانوا يلمون أكل وياكلون يلمون أكل وياكلون جني فترة الجني بعدين بدت فترة الرعي الرعي عندنا طبعا تواريخ نقدر نذكر تواريخ الحيوانات اللي دخلت في علاقة مع الإنسان بالتسلسل أول حيوان صادق نانو هو الكلب 13 ألف قبل الميلاد أقدم عظام كلاب مع عظام بشر شفناها في كهف شانيدار هون في سليمانية أكو عنديكم كهف شانيدار وكهف زرزي بيا بقايا عظام قبل حوالي 15 ألف سنة من هسا عندنا كلاب الكلب الكلب ذيب تحول إلى حيوان أليف شوف لازم قتلوا الأماي الذيبة والفراخ الصغار حن عليهم من راعي قام عطالم حليب شوية من غنمه وشوية شوية صار يحوم حول القطيع ويحرس هم وأضحكم إذا إذا تبعون على صوت الكلب نباح الكلب وعوي الذئاب هناك فرق ما الفرق عواء الذئب هو عواء حيوان وحشي بينما نباح الكلب هو صياح الرعاة التي كان يتعرقون النبرة التون هناك كثير علماء علماء يسمون علماء السلوك قارنوا بين سلوك الحيوان وسلوك الإنسان الأليف يعني الحيوان الأليف والإنسان القديم شافوا بأن النبرة هي نبرة البشر قبل آلاف السنين وحتى شوية أوضح لكم أكثر سكان المدن يحكون بطبقة ناصية بينما سكان القرى يحكون بطبقة أعلى وهذا شي طبيعي لأن القرى مفتوحة البادية مفتوحة الناس توصل صوتها بعيد مفتوحة هالشكل راح راح نشوف شوية شوية إنكيدو وقلقامش راح يروحون إلى أبعد منطقة يتخيلوها طبعا نحن في جنوب العراق نحن في أوروك نحن بالناصرية أبعد منطقة هي بالجنوب هي البحرين جزيرة فيلكة بالنسبة البحرين هي جنة كان يسموها دلمون يعني أطيب مكان بالعالم وفعلا بيا مياه حلوة تظهر بشكل رغم أنه كلها ما يمالح يوجد ما يحلو وداخل البحرين يطلع فهذا شي غريب فكانت البحرين المكان الذي يعيشون بينه الناس وما يموتون هذه تخيلات جماعتنا طبعا هي المسافة تطلع حوالي 600-700 كيلومتر لكن كثير هذه بالنسبة لسكان الذين يمشون من المنطقة الغربية أعطكم غابات الأرز أنتم من نقول أرز تتخيلون لبنان فقط لا الأرز كان موجود من فلسطين إلى تركيا الحالية كل هذه المنطقة الساحل مع البحر الأبيض المتوسط كله كان غابات أرز بس حرامات استعمالات هذه الشجرة العظيمة المباركة الغريبة من قبل الكل حتى ملك سليمان سيطلب من حيران ملك سور حتى يبني هيكل أرشليم من خشب الأرز جنوب العراق لا يوجد أشجار لا يوجد النخل والنخل والسفن كان يحط لقير وعدنا أربع خمس مناطق بالعراق تنتج قير طبيعي أبو المغير وقيارة وحمام العليل وعنزالة وكركوك كل مناطق يطلع بي الغاز أو النفط أو القير يطلع بشكل طبيعي فهذا القير ستعمل لصناعة السفن في جنوب العراق ولهذا سيذهب إلى الغرب وهاي بالنسبة لأجدادنا غريبة العراقي دائما يقول هذا المثل إطراب لبعيد دوالعين أنا عندي قراء مرتاحين متونسين بأمريكا ولهذا تشوفون من أفتح فيسبوك أو أفتح عنكاوكم أشوف أهل أمريكا اللي يشتغلون طول النهار وطول الليل وجزء كبير من النهار الثاني أول أشي يبعثونا صور يبعثونا صور القوازي مالم والأكلات مالم يعني ترى إحنا وصلنا هذا هذا التراب البعيدة والعين سيذهب إلى القامش وأنكيدو ويتحدون بما أن هي مثلين سيتوصلون إلى الصراع مع خنبابة خنبابة شخصية جدا مهمة لأنه هو حارس الأرض حارس الشجر المقدس وهذا يريدون أن يستوردون شيء ما عندهم لأننا نفط مالتنا دائما الحروب تأتي حتى تأخذ نفط ندين البلاد لا يوجد نفط نحن إلى بلاد الأرض حتى نجيب خشب ونعمل بينه ديكور بيوتنا ونعمل بينه العوارض مع بيوتنا والبواب مالتنا ونبني بينه بيوتنا وقصورنا أبواب المدينة مالأروك كان لازم تكون من أرز من خشب الأرز القوي هذا التحدي مالسفر أن يروحون هذا فرض شيء أيضا يفهمنا عقليتنا مالها اليوم تشبه عقلية أيام زمان راح يروحون وراح يقتلون الخنبابة اثنين وهذه قتل الوحش قتل الكابوس قتل العدو هذه موجودة عندنا في كل الثقافات والحضارات وقصص الفليلة وليلة في قصص الياذمة الهوميروس في كل الأساطير التي نقرأها عن جميع الشعوب يوجد دائما بطل يقتل الوحش وليش تروحون بعيد عندنا بطل مسيحي اسمه مارقور قيس أشي يقتل يقتل التنين وهذه هنفة يوم نحكي عننا من هذا التنين وشلون هذا التنين كان يسوي التنين يوم كان يأكل البنات يعني نخوف البنات بالتنين ولكن يأتي مارقور قيس حباب حلو كويس وريكب على الحصان لماذا ركب على الحصان لماذا لا ركب على الحمار يسوع لماذا ركب على الحمار السعان لماذا هذه كل تهم تدخل ضمن تعليقاتنا وعلاقتنا وتصوراتنا وتخيلاتنا سيقتلون خمبابا وسيجيبون خشب الأرض وسينتصرون بس دائما أكو الديانة هون الديانة الوسواسية زعلوا الآلهة على هذا التعدي يعني كأنه الإنسان الحضاري يتعدى على الطبيعة يعني ليه هسا التلوث هو تعدي يعني إحنا الأرض انتصينا دم الأرض هاي بلاوي النفط جابنا هالمصائب داعش جابنا منين جاء داعش سبب النفط متمام قتلوا خمبابا غضبة الآلهة لعنوا الصديقين وقعت اللعنة على من حتى يشعلون قلب القلقامش راح يموت أنكيده راح ندخل في قصة القلقامش الحقيقية يموت أنكيده تعالوا شوفوا الوصف الرائع اللي الملحمة توصف بينه أنكيده من يبدأ يقترب من الموت راح يحكي عن أحلامه راح يقل القامش راح يحترق قلبه يجي يوم صديقه ويشوف قيه أحلامه وصف لا يوجد مثله يقول رأيت هذا الشكل بالحلم ورأيت أنت مديت إيدي وأنا هذا أقع وأنت لا قدر تشيلني بالحلم يعني فد شيء كأنه مكتوب البارح شلون الإنسان يواجه موته بالحقيقة الإنسان ما يواجه موته إلا لمن يختبر موت حبايبه يعني نحن كثير نتأذى من يموت شخص نحبه وكثير نعاني من هالمشكلة قصة قلقامش دخلنا في معاناة موت الحبايب وقصة قلقامش هي قصة موت وصراع ضد الموت وتساؤل لماذا يموت فمن يموت أنكيدو سيبكي سيبكي الندب الذي يندب قلقامش على أنكيدو صديقه فالشيء يشق يعني يفطر القلب يوصف صديقه يوصف حبيبه كيف صديقه بالحقيقة سنأتي بعدين سأقوم تحليل نفساني لقصة قلقامش بالحقيقة قلقامش وأنكيدو هي مواحد هي شخصية وحدة يعني في كل في كل إنسان من عندنا أكوفة جزء بري متوحش يعني هي الحسناء والوحش نحن الحسناء والوحش نحن قلقامش ونحن إنكيدو نحن النصفين نحن الجزء الحضاري الذي يمسك تشنقال وسكين بالأكل وإذا لا أحد وإذا لم يكن أحد لا أكل بيدنا يعني وهي الكتاب المقدس سيحول إلى خطيئة سيحول إلى التقهقر علم النفس سيحول إلى تقهقر إلى الطفولة إلى آخره هذا الرجوع إلى الوراء مثل ذاك الشماز كان لدينا شماز بالموصل فكلهم يقولون نؤمنوا بإله إن واحد آب ضابطوا الكل وكل ما يرى وما لا يرى هو دائما كان يقول وكل ما يرى وكل ما لنا للوراء فالقص صاح قال له عيب عليك شنو هاي كل ما يرى وكل ما لنا للوراء قال له يعني ما صحيح كل ما لنا للوراء هل تقهقر إلى الوراء هل عودة من قلقامش الحضاري إلى إنكيدو المتوحش البري هو بالحقيقة صراع التربية في المدرسة ما تفعل ما سير ها تحاولين هذول الوحوش الصغار تحاولين إلى أوادم تحاولين إلى مأدبين إلى لطفاء إلى يكتفون إيدهم أقال طلع على صديقك عاقل شوف أنت هاي احنا هذا هذا شغلنا من زمان من زمان ملحمة قلقامش إلى اليوم التربية هي إخراج الشخص من بريته وإعطاؤه صبغة حضارية بس هاي الصبغة الحضارية بس تحك أشي يطلع يطلع أنكيدو الحقيقي يطلع البري يطلع المتوحش لا بل القصة أشي تقول تقول أنكيدو بار صادق قلبه طيب حنين حباب فيوم يتوجع تعالوا شوفوا أشيء عمال يقوم يلعن يلعن اليوم اللي بينه جابته هاي المرة على الحضارة يلعن اليوم اللي بينه أكل خبز يلعن اليوم اللي بينه شربته مشروب مخمر يلعن بينه الحياة ويلعن بينه كل شيء فتحت عيونه بس لمن الإنسان يفقد شوية الراحة التي تعطي له الحضارة الحضارة الكاذبة أحيانا يتندم وهذا اللي راح نشوف أيضا في سفر أيوب في سفر أيوب عندنا لمن أيوب يلعن حياته لكان يوما ولدت فيه ولا ليلة قيل حبل برجل الله لا يعطينه لبشر أبوي بأني ولدته الله لا يعطينه إلى آخر هذا نسمينه بالعربي نسمينه يدعي على نفسه هناك كثير مرات خاصة النساء تقول أبونا أنا أدعي على نفسي أدعي على نفسي شوفوا الدعاء على الذات بسبب حريق القلب المشاكل التي نعيشها موجود في ملحمة قامش يعني يعني ليست شيء جديد وكأن توارثت هذه المرأة من جدتها ونانت جدتها إلى آخر وهذا الاستمرار بالتعامل مع سر الحياة سنرى بشكل يبين لنا كيف أجدادنا وأخوتنا والسكان ما بين النهرين عايشونه ديانتهم إذن خمسة الشاق التقليد الدولة القدسي الديانة والاقتصاد المسألة أيضا مسألة اقتصادية كيف كان يعيشون كيف كان يردبون حياتهم كيف كان يعيشون الفصول هذا التنظيم شعروا من البداية بأنه إذا ما يصير تنظيم اقتصادي في مدينة أوروك ما راح تمشي ولهذا راح يرجع قلقامش طبعا هسا ما نحكي عن سفرته الأخيرة بعد ما يموت إنكيدو راح يحاول أن يحل مشكلة الموت فقال له لو أكو بس فد واحد بني آدم حصل للخلود هو أتونا بشتم أتونا بشتم اللي خلص البشرية بعد الطوفان هذا قدر أن يكون خالد بس هذا ما أحد يصل وين تصل قال إلا أروح له فراح قلقامش يترك الحضارة وراح يصير يصير سائح مشعول قلبه على حياته وعلى مستقبله وراح يقطع الجبال والأراضي راح يروح للمكان اللي بينه الشمس تنام راح يروح للغرب راح يحاول أن يلتقي بينه والمغامرة هاي الأخيرة ما له راح تكون جدا جدا متعبة بس لأنه بطل ولأن عنده هذا النار الإلهي في قلبه راح يسمح له أن يعبر خاصة طبعا أكو شخصيات غريبة ما نفهم اليوم شنو كان دوره من الإعراب يسميهم البشر العقارب حراس الحدود راح يعبر كل الحدود راح يصل إلى المياه السوداء مياه السوداء أشن هاي المياه السوداء هي مياه إذا حط إيدو بيها إيدو تقع يعني تيزاب مثل تيزاب فراح يعلمون شون يعبر المياه السوداء ويصل إلى أتناب اشتم ويلتقي بينه بزوجته هذولي خالدين ويقول أنا ما أقدر أنطيك هذا الآلهة شكرتني على أن أنقذت البشرية بالطوفان قصة الطوفان يقوم يحكي أتناب يحكي له أشون عملته سفينة وشلون جاء مطر وشون يعني تقريبا هي مثل قصة نوح في الكتاب المقدس بحيث سميث اللي كان هذا الكاتب في المتحف البريطاني سنة 1860 وسبعين لما بدأ يقرأ هاي النصوص اللي جابوها للمتحف البريطاني قال أنه هذه القصة مطوفان اللي بالكتاب المقدس مسروقة من ملحمة قامش تعال شوف أشتار قبة العيطة ما يصير الكتاب المقدس اللي هو كلام الله يسرق شيء مكتوب قبل 1500 سنة من هذاك التاريخ فراح يصير ضجة وراح تصير ضجة عند المؤمنين أو المسيحيين الغربيين أنه هذه القصة ما هي أصيلة في الكتاب المقدس تقريبا تسعين بالمئة من القصة من الكتاب المقدس مأخوذها من قصة قلقامش هل ياتورا قصة قلقامش وقصة الطوفان هي قصة وحدة هاي هاي يجادلون علي العلماء بس المهم راح يرجع قلقامش ويقل له مرتل أتناب اجتمت قل له خطيئة هذا تعب كله هالطريق لنطيل فد حال قال أكو فد نبات بالبحر إذا قدرت تحصلوا هذا النبات إذا تاكلوا ما تموت فيطمس نحن أيضا في ثقافة الخليج لا تنسون الخليج إلى اكتشاف النفط كانوا يعيشون على صيد اللؤلؤ يطمسون يلقون المحار ويطلعون منه اللؤلؤ هذا كان معيشته فيطمس فيطمس بالبحر يلقي هذه النبتة بس هون يقل قامش يصير حقيقة السفرة يكون علمته يصير حكيم يقول ما يصير أنا أكله بوحده حتى لا أكون خالد مثل أتناب بوحده لا راح أجيب إلى أروك وأطعم منه أهل أروك هون ما هو أناني يريد الكل يأكل من هاي النبتة اللي تشوق هي بيا شوق بس هي نبتة الحياة فيخليها على جهة ويش لأحواسه ما يريد يدخل للمدينة وهو وسخ من وسخ السفر والتعب فينزل بالبرك حتى يزبح حي تطلع تشم ريحة هاي النبتة وتأكل هاي النبتة ومن ذاك اليوم الحي تشلح جلدة كل سنة حسب اعتقادهم ووني نجي على الحية والخلود وقصة آدم والحية الحكيمة وإلى آخره إذا تلتقي القصص وتكشف أنه جوانب من الأشياء اللي حفظناها من إحنا صغار وهالشكل يلقامش يرجع فاشل صفر اليدين بخفي حنين ويرجع إلى أوروك ويعمل بنصيحة الحانة صاحبة الحانة اللي كانت قل له يهج القامش أنت وين كتركب الإنسان لازم يعيش مقتنع بالعند عيش مع المرأة اللي تحب رقص ولادك على ركبك وأقبل بالحياة أنه الحياة ما تدوم إلا وراح نشوف أنه واحدة من المحاضرات القادمة راح نشوف أنه سفر الجامعة كثير أكو جمل متشابهة مع مرحمة القامش وهاي الحكمة البشرية أنه إحنا بشر كافي نركض خلف الأشياء اللي غير ما بيا فايدة نقنع بالحياة والقناعة كنز لا يفنو إلى آخره ف كنا عدكم وجينا وسوينا الحلقة الكاملة من أروك كلها المغامرات وكلها القصة وترجع القصة إلى نقطة البداية فرح يجي قامش رح يكون خوش ملك رح يبني أسوار أروك ورح يقولون هاي الأسوار بناها قامش من صار عاقل من كان مراهق ومن كان كلها القصص عاشة بس رجع إلى نقطة البداية شوفوا هاي القصة من قامش بالحقيقة تعطينا تعطينا مقاييس للحكم للسلطة للسيطرة لمفهوم السلطة والسيطرة رح يتحول قامش من ملك مسيطر إلى ملك صاحب سلطة ويصير خالد بحيث كل الناس رح تحكي قصته ورح يحكم قصته للأولاد والذي يقولون يعني شوف هذا هو الطريق الصحيح أنه وين ما تروح رح ترجع إلى نقطة اللي إذا تريد الناس طيعك لازم يكون عندك سلطة حقيقية تخدم الناس تحب الناس تصادق الناس هاي الحكمة رح يكسبق القامش وهي أصور سر سر نجاح هذه الأسطورة اللي عمره خمس تلاف سنة على الأقل وجذوره تمتد إلى أكثر بعد من ما عشت 13 ألف سنة من ذكريات هاي الشعوب اللي عاشت في هذا البلد نتوقف نأخذ استراحة وبعدين رح أشوفكم فرد شي عندي شيئين رح أشوفكم فد باور بوينت على أيضا نوع حب من حضارة أخرى وبعدين بالأخير عندي فد أيضا عندي فد قصة على هذه الحكمة فأتمنى لكم تتمتعون بالشي لكي نحضروا لكم الشباب شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 كيف كانت أدبيات كثيرة على تاج محال؟ 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 وهي مو بس فيلم هندي لكنه هي حكاية حكاية إنسانية عميقة كويسي ويحكى عن شاه جهان أنه دمرها للاقتصاد الهندي الذي كان في الاقتصاد كله قوي سنة 1630 كانت الهند أكثر متطورة من بريطانيا ومن أوروبا التي كانت بعدها في حروب دامت مئة سنة في أوروبا يسمى الحروب الدينية فالهند كانت حضارة كله متقدمة فيقال أن الشعب بعد ما انتهى من كملوا البناء 20 سنة دمر الاقتصاد الهندي فيقال أنه هجموا علينا شاه جهان مسكونوا وحبسونوا في غرفة شباكة ينطي على تاج محال قالوا له رح تبقى تباوع عليها إلى أن تموت هون هذه الحكاية بس ما أعرف إذا هذه الحكاية صحيحة فعاقبونه أنه يموت بالسجن ويباوع على تاج محال من بعيد هذه القصة تاج محال حضارة المغول اللي جو حكموا الهند جده مشهور أيضا فديوم أحكي لكم عنه شاه أكبر شاه أكبر جده كان يجمع الهندوس والمسيحيين والمسلمين ويقلم إحكوا قدامي وكان يسمعهم حتى يحاول أن يلقي الحقيقة كان كثير كثير متسامح رغم أنه كان يقال يتزوج كل 15 يوم زوجة جديدة ولأنه مسلم ما كان يبقي أكثر من أربعة معانه فكان يطلق وحدي ويتزوج يقال أنه كل 15 يوم عنده حفلة زواج مع امرأة جديدة بس مع ذلك كان رجل حكيم ورجل عاقل وفي زمانه وصلت الهند إلى قمة التقدم في تاريخه زين نيجي إلى الأسئلة الأسئلة أول مرة أخذ الأسئلة التي تخص الموضوع الأسئلة التي تخص الموضوع خصوصا وبعدين نيجي إذا صارنا وقت الأسئلة هل أن ملحمتي الإلياذة والأودسا هي ما أعرف شني لملحمة قلقامش أكو علاقة بين الإلياذة والأودسا كثير أكو علاقة بين الإلياذة والأودسا مع قلقامش شلون وصلت يعتقد أن هناك شخص مع الأسف أغلب كتبكم ضاعت سن 300 قبل الميلاد في زمان اسكندر المقادوني من جاء إلى بابل ومات في بابل لما انحكم في بابل فترة انتصاره على داريوس الأخميدي الأشمنيد وعين والي لبابل الوالي كان بابلي من عراق اسمه برعوشة 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 كان كثير مثقف فصار والي بس شعف المحاصصة والطائفية والبرلمانيات ما لذاك الوقت ضاج منهم ضاج منهم مثل السا قام وكان يعرف يوناني فقام هاجر من بابل غح سكن في جزيرة يونانية مقابل تركيا الحالية اسمه خيوس خيوس وهونك كتب كتاب مشهور علوم البابليين بس لأنه اليونانيين ما يقدرون يلفظون برعوشة ما يقدرون يلفظون فسمونه بيروزيس بيروزيس اسمه في اللغات الغربية كتب فت كتاب علوم البابليين ويعتقد أنه هذا الكتاب هو اللي أثر على انجيل متة أن يقول وجاء حكماء من الشرق يعرفون بالفلك شفنا نجمه بالشرق تأثير برعوشة على انجيل متة في كلامه عن المجوس اللي جوا من الشرق علماء الفلك وأنه يسوع كان موجود بعلوم البابليين بس هذا الكتاب علوم البابليين مع الأسف كنضاع يعتقد أنه أكو تأثيرات بين قلقامش اللي هي منتشرة في تركيا وفلسطين فاليونانيين كنستفادوا منها وتقريبا كوبي هي قصة كثير أجزاء من الإلياذة والأوديسة كوبي هي من ملحمة قلقامش ما هو دور الله سبحانه وتعالى في المجريات أنا أصور لازم نشوف دور الله أحسن شيء هي في بداية الرسالة إلى العبرانيين اللي كتب فالمثقف ما كتبه ماربولوس هي رسالة اللي ما كن كتبه ماربولوس بس ما نعرف كاتبه منه هو يعتقد أنه أحد الكهنة اليهود المثقفين اللي صاروا مسيحيين تبدي الرسالة بهالجملة تجاوب على سؤالك أو سؤالك بأنواع كثيرة وأشباه شتى كلم الله آباءنا في الأنبياء منذ القديم وفي هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه صنع العالمين إذا المجوس شاف نجمه وإذا الله يخاطب من خلال الأنبياء والطبيعة وكأن البشرية تستيقظ على الإنسانية ويسوع هو فعلا الإنسان ابن الإنسان فدور الله هو هالخلق الطويل مع البشرية ويدعو الإنسان إلى النضوج فاليوم نحن كل هذه الجوانب الثقافية والحضارية اللي نشوفها حوالينا نقدر نحتويها الإيمان لازم يكون قادر على الاحتواء يعني لازم نحتوي هاي الحضارات اللي كانت في بلدنا أنا أقول كثير مرات لطلابي مع الأسف وكأن المسيحيين يبدون العالم مع سنة الميلادية إحنا 2016 سنة وخلص هذا قبله وكأنه هذا ما مهم وكأنه اليهود يبدون مع العهد القديم والأحداث ما لتو المسلمين يبدون مع الهجرة بينما أتصور الوطنية ما لنا كعراقيين لازم اتدخلنا في نظرة أخرى أبعد أنه أكو شيء قبل قبل كل هالديانات وقبل أكو شيء حضارات مهمة جدا أن نعرفها وهذا هو الغاية من هاي المحاضرات هالموسم الخريف هالسنة حتى أزوركم أوديكم إلى هذوك الأجداد مالنا هي مجدادنا بالحقيقة السومريين والبابليين والأكاديين والأشوريين والأراميين وحتى جيراننا الفرس والأتراك هي أجزاء من هذه الحضارة والحثيين والأكراد هذول اللي جو سكنوا ودمائنا اختلطت واختلطنا بهم ولغاتهم اختلطت وكثير أشياء جميلة جدا نكتشفها ما كنا نعرفها يعني درس الفاتة ومحاضرة الفاتة قد تلكن بأنه قدنا كلمات سومرية بدون أن نعرف استعملت في سومر وبابل وآشور مثلاً الكلمة اللي بقيت ما تغيرت من ذاك اليوم إلى اليوم هي كلمة هيكل هيكل مقطعين آي قال آي بيت قال عظيم البيت العظيم هيكل ولهذا نقدر نفهم من خلال هالكلمة ايش معنى قل قامش قال قامش الجاموس العظيم أو الثور العظيم لأن أمه سنقراها بالملحمة يسموها البقرة العظيمة ننسون يعني يعني ما كانت تخلوقها أنه واحد نقله جاموس أو بقر أو ثور لا لا ولهذا مثل ذاك المصلاوي اللي جاء جاء من بغداد حتى يخطب واحد من الموصل ولكن قال أنا أصول معرف فجاء صديقه قال الله يخليك بلك تأتي معي نخطبها لها البنت أخاف لا أفح أخاف أنا صار لعشرين سنة بغداد نسيت الأصول قال لعشرين غاد أنا أأتي معك فهذا على الأساس يعمل ميانا قاعد أول ما قاعد يم قاعد ينطلرون يحكون هذا فهذول يطنقروا قالوا ما عدك منصيب عندنا طلعوا بقا قام يضربوا أنت ما جبتك تساعدني ما جبتك حتى تزع علم خغبت الشغل علي وهكذا فهاليوم تقول للوهدي بقرة وتقول الوحد ذو يزعل بس في زمن قلقامش لا بالعكس هذا البقرة العظيمة ننسون والثور العظيم قامش جاموس هاي علامة على أنه كان أكل قيمة من ذاك الوقت احنا العراقيين والقيمة صداقة مع في ذاك كان كاهي بس أكيد كان ك قيمة مثل ذاك المصلاوي ويحد صديق وضعه بالصحراء فقال له ما تعف تصلي بل كالله يعني يفتح بوشنا متنا من الجوع فهذا قام قال أبانا الذي في السماوة تعطينا خبزنا كفافنا اليوم قال خبز وعده قل له ما يقيم فوقه هل الحضارة بنظرك هي مقياس للشعوب إذا نعم كثير من الشعوب لها حضارها ولكن لا تجد خير أو خبز تاكله فما هي فائدة الحضارة خوش سؤال هذا أشني الحضارة هذا كثير خوش سؤال كثير كثير حقيقة أكو هاليوم نقدر نقول أكو فلاسفة الحضارات أنا أكو اثنين أحب وكن قريت أقول واحد بريطاني مشهور اسمه أرنولد تويم بي هو فيلسوف الحضارات ويسمى العلم الحقيقة تتميز بأن هي حضارة حضارات تعدين أو صناعة وهذا الشيء صحيح لأنه ما تبدي الحضارات إلا مع المعادن وهذا أيضا موضوع يعني لازم نحط في منظور من نحكي عن الحضارة في ملحمة قلقامش أكو نحاس نحن في العصر النحاسي عصر الحديدي سيأتي بعدين الحديد أقوى من النحاس وأصعب شيء بالنحاس أن تسوي قدومي تشتغل القدومي اللي بي سيقتلون خمبابا أنكيدو قلقامش مصنوعة من النحاس ما بس نحاس يعني كان قدروا أن يقوون النحاس يحولونه إلى برونز يعني يخلطونه مع غير معادن حتى يكون شوية قاطع والنحاس صناعة عراقية يعني اللي بيناتك مكبار يذكرون بالموصل أو بزاخه كان عندنا أيضا سوق الصفافير حتى بكركوك كل مدينة كان بيا سوق الصفافير والصفار كان يسوي الطشة يرقص بينه حتى يبيض سوق الصفافير فكان يصنعون من الصفر يعني برونز هذه صناعة قديمة جدا أثريا موجودة من زمن السومريين الحديد 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 قبل الميلاد ستبدي ويا الأشوريين ولهذا الأشوريين سينتصرون بسبب الحديد بسبب العربانات إذا عملت تاير مع العربانة من برونز لا تقاوم التصات تنكسر ولكن إذا عملت من الحديد وخاصة الحديد اللي بعدين سيكتشفون إذا طمصتوا بالماء يتحول إلى فولاذ هاي كلها عندها علاقة فإذا الحضارات هي حضارات تصنيع صناعة زراعة صناعة أكل خزن للأكل هذا في الموضوع قد لذيذ أنا كثير اهتميت بينه شلون كانوا أجدادنا يعيشون في بلد تعبان مناخه مثل بلدنا يعني عندك فترة الإنتاج الغذائي هي فترة قصيرة إما شهر من الخامس إلى التاسع أو العاشر عندك هالفترة يعني سادس سابع ثامن تاسع عاشر خمسة الشور تقدر تنتج أكل إن كان أشجار مثمرة أو كان الأكل الأكل مشكلة بينما ست الشغ ما السني ماكو ينتاج أكل طبعا الأشياء اللي انتم بتاكلوها اليوم ما كانت موجودة كثير منها بطاطا جدتي سنة 1500 بعض الفواكه جدتي تقريبا هم بالقرن الخامس عشر بس الأشياء الأساسية اللي كانت توكل ذاك الأسبوع حكيت شوية عن أهمية البيرة أو الخمر اللي البيرة عندنا بالعراق والخمر بحض الأبي المتوسط وكأنه أنا أشجع مفهوم المخمر الماء المخمر أو المشروب المخمر ما كان عنده نفس المفهوم إلى آخره ما كان عنده نفس الشيء أنتم تخيلوا تخيلوا الشعب كامله يريد يأكل ويشرب طول السنة إذا ما أكو قابلية لحفظ المادة الغذائية الماء الماء كان كثير بينه أخطار يعني كان بينه علق كان بينه أشنات كان بينه ما ما كو تصفية فإذا الشيء الوحيد اللي كان ممكن يكون سليم صحيا هو تخمير الكحول الموجود بنسبة الكحول قليلة كانت بالأشياء المخمرة وما كان عندهم كمية حتى يسكرون ما كان أغلبية الناس فقرة فأش كانت تستعمل المواد المحفوظة إن كان خبز الخبز ينحفظ الحنطة تنحفظ وكان وعدنا هسا شفنا في كثير من المناطق أيضا وسائل تحفظ الحنطة مثل هذه السبلت كبير وأكو ثقب من جو ولا تنسون الحنطة خطرة جدا يعني سائلوات فالنظام لازم يكون تهوية وإلا مثل قنبلة تنفجر الحنطة فإذا كان الحنطة تتحرك تتهوى يحفظ الحنطة تنحفظ خبز ينحفظ خبز ينحفظ ست الشور الخبز قبل الذكر كان يصنعون خبز على شكل تاير ويضعون خيط بالبيت ويعلقون حتى الجريدي والفارة ما تصلوا وهذا الخبز حتى لو يبس النقع كان يحطون شوية خمر أو شوية بيرة يطمسون الخبز وياكلون هذه كان أكلم ما كان أكلم لا شاي لا شكر لا شيء وحتى مفهوم السكريات حاجة الجسم للسكريات بس كان أكو عسل والعسل وين أكو بجنوب العراق قليل كان العسل ولو عندنا آثار موجود الملح مثلا كان ينزلون شوية للجنوب ويصنعون الملح ضروري الملح إذن حياة أجدادنا كانت كلش صعبة ولهذا تنظموا وصنعوا حضارة وقدروا من خلال هذه الحضارة أن يتجاوزون الحاجة إلى الأكل والشرف يعني أشنع الحضارة هي الوقت الفارغ الوقت الذي بينه الإنسان يقدر يتأمل يتساءل يطرح على نفسه أشكه خلف الدنيا أشكه خلف الحياة ليش أموت ليش 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 هذه التساؤلات هي أساس كل حضارة فإذا سؤالك هل ياترى نسمي حضارة شعوب ما مع عايشة أو ما عنده خبز تاكله نعم نعم الكل ما يأكل بس اللي يأكلون خليقوا نسبة كبيرة بس حتى اليوم في عالمنا أكو مليار بشر ما يشبع أي أكو أربعمائة مليون ما شايف حنفية أكو 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 مليار بشر ما يصل يعني ما شايف جريدة بحياته أو يعني إحنا ولو في القرن الحادي والعشرين بس الثقافة واللغات أيضا تتراوح بين الثقافة والحضارة أيضا اللغات الحضارية تنتشر الإنجليزي بسبب الحضارة انتشرت وحضارة بحرية ليس حضارة برية بينما المغول أو الشعوب التي احتلت الأراضي هنا الحضارات شكلين الحضارات تحتل الأرض ليس كثير قوية الحضارات التي تحتل البحار أقوى وأقوى بالتجارة وأقوى بكل شيء ولهذا نرى تاريخ العانة بهال 500 سنة هو مقسوم بين قسمين نزلوا قسم لأن احتلوا أراضي ومشكلتنا أراضي بينما الشعوب التي احتلت البحار وسيطرت على البحار وحاصرت قارات بكاملة ولهذا الهولنديين الإنجليز الإسبان البرتغاليين البرتغاليين حضارة حضارة بحر هذه مهمة جدا رويل هذه القصة وكل سؤال هذا التشابهات هنا يوجد سؤال هل تعتقد بأن الأديان الإبراهيمية سرقت أفكارها سرقت أخذت يعني مثل ذاك المعلم جاء الأمي قلت له أنت ليش حطيت صفر لأبني قال لي أن نقل على صديقه قالت له صديقه نقل عنه قال مستحيل أنا سألت أين تقع مدريد صديقه كتب لا أعرف ابنك كتب أنا أيضا فما سرقت أخذت استعارت استفادت وكلتنا نأخذ كل الحضارات كلتها متداخلة مثل أسنان المشط متداخلة نحن كتاب المقدس نقدر نلقي الأشياء التي نعرفها والتي لا نعرف أكثر بعد كثير أخذ من الثقافات والحضارات لا تنسون هذا البلد جنوب العراق لمن جاء سبي بابل سبي بابل سنة 587 قبل الميلاد بس عندك سبي نينو قبل سنة 721 مع سنة حريب الثاني لمن جاء اليهود اللي إحنا استفادنا من كتبهم كلتنا هاي الكتب والأنبياء فكرة النبوءة يهودية إلى آخر لمن جاء شافوا هون هاي حضارة ثقافة هالها مفاهيم أشعمل أخذ و أغير عدل يعني أخذوا الطوفان مثلا بس الطوفان ما القلقام ما بينوا قوس قزح قوس قزح وهذه لكم علامة أنني لن أغرق الأرض مرة أخرى هوني أكو شي جديد فإذا ما لازم ناخذ بشكل سطحي إذن الثقافات الداخلت الجهد اللي عملونه أجداد سومريين بابليين أشوريين هذا الجهد هو لازم نعرفه لازم نقيمه كيف نقيم الكتاب المقدس نقيمه أيضا وهذا ما يسمينه أحد اللاهوتيين الكبار في زمان الأب ماغي دومينيك يقول إذا ما تقرأ الجريدة والأخبار اليومية بنفس الإيمان اللي تقرأ بينه الكتاب المقدس أنت ما مؤمن وهذا نسمينه اليوم التأوين نقرأ الكتاب المقدس نفهمه ونقرأ أحداث اليوم وتعمل لتأوين هذا نعمله بالكرازي هذا نعمله بالكنيسة نسوي تأويل باللام نسوي تأوين بالنون فنسوي هالحركة المكوكية بين الماضي والحاضر وهالشكل نعمل حضارة اليوم ولقدرنا كلتنا بأي ديانة كنا بأي مذهب كنا لوقدرنا نسوي هاي الحركة المكوكية بين الماضي والحاضر ما كان ارتكبنا الأخطاء اللي نرتكبها اليوم وكأنه دواعش جو قالوا احنا نبدي من صفر ونبدي موصل من صفر ونمسح الغليات والشعوب الأخرى وكل هذا المبدأ الرافض المبدأ اللي يمحي الآخر من وجودي ما ممكن هذا موجود هذا اليزيدي موجود وهذا المسيحي موجود وهذا الصابقي موجود ما تمحينه عينا مثل فكرة هتلر هتلر قال أريد أنظف ألمانيا من اليهود بين سنة 39 و45 قتل ستة مليون يهودي من ألمانيا على أساس ما يبقي ولا يهودي كيف مثل الأتراك العثمانيين قتلوا الأرمن أيضا نفس الفكرة وكأنه هذه الفكرة شعب واحد إله واحد لون واحد زيم واحد أشي خلص مثل موت سيتون قلبس الصينيين كلهم زيم واحد مثل مثل كل الدكتاتوريين كان يحبون زيم واحد وحتى وحدانية الله ما لازم تكون زيم واحد إذا الله الله نحترمه لازم نقبل أنه يخلقنا مختلفين ماكو اثنين بشر هذه البصمة ما الأصابع ما لم متشابهة زين إذا الله ما لك يخترع بشر ماكو اثنين يتشابهون حتى التوم ما يتشابهون أنت ليش تجي تريد توحد البشرية بصيغة معينة دائما إحنا إطارنا ضيق ضيق نحط الناس في إطار هذا أيضا إذن الأفكار التي أجدت من قلقامش هي أفكار أنا أشوفها أكثر متطورة من داعش لأن قلقامش بعد ما يريد يمحي انكيدو يصادقوا ويصيرون حبايب ويصيرون أصدقاء ويتونسون سوا ويضحكون ويعملون مغامرات ويخلدون اسمهم في سفراتهم وصراعهم مع خنبابة إلى آخره فإذن فإذن أكو درس في قلقامش اهتداء قلقامش مراهق داعش مراهق داعش يريد يسوي لون موحد حضارة موحدة ثقافة موحدة بحيث يقوم يجنع على نفسه ومنه تأذى من داعش غير أهل الموصل الخطيئ وثمين ملايين اللي كانوا تحت حكمه تعالوا شوفوا القصص اللي رح تطلع بعدين الأشياء اللي رح نسمعها كل محاولة لغلق الإنسان داخل فكر معين ايديولوجيا معينة هي محاولة فاشلة مثل ما فشل النازيين علمان شعب ذكي مرة تقلم يعني شورتكم ويا ويا هتلر تورطوا 12 سنة دامت النازية في ألمانيا ست سنين قبل الحرب ثمانة سنين قبل الحرب واربع سنين حرب العالمية الثانية ودفعوا الثمن وليها سد يدفعون الثمن نفس الشيء اليابان يابان دولة كانت عظيمة 1840 الإمبراطور ميجي حول إلى بدأ بدأ يعمل قطارات وبدأ يعمل بدأ يسوي من الغرب كان يدز شبابه وأش ما يشوفون يجيبونه يطبقونه في اليابان ميجي معروف هو هذولي الضباط وضحكوا على الإمبراطور هيروهيتو وقنعونه ودخل مع هتلر وكانوا إحدى دول المحور اليابان ألمانيا وإيطاليا إيطاليا الفاشية ألمانيا النازية واليابان هذا ما الضباط اللي ورطونه ودمرت اليابان وخسرت وانضربت قنبلتين نوويتين سنة 45 ماتوا بلحظة وحدة 550 ألف نسمة بلحظة وحدة في ناقزاكي وفي هيروشيما وكاننا عد كموجين وهذا هو وإن النتيجة النتيجة أنه لا يوجد أحد وحتى نحن كمؤمنين كمؤمنين هما نحن أكثر نفتهم من الله فهذا يوم واحد سائق تاكسي قال الأخ مسيحي قلت له لا فرق قلت له ما قصدك لا فرق لا فرق من ماذا قال كلنا نأمن بله قلت له كيف هذين يعبدون بقرة بالهند هذين من خلقهم قال الله قلت له كيف إذا الله يحترم ويحب أنت لماذا تقول أنه هذين كفار قال لماذا عرف عقلنا هذا الشكل قلت له معناته لازم نسأل الله يا الله لماذا خلقت الناس تعبد بقر لماذا فإذا لم تأتي أنت مكان الله تحكم العالم هذه المشكلة مثل ما يقول غوار الطوشي قال مشكلتنا ليس مع الله مشكلتنا مع الناس الذين يعتبرون نفسهم الله وهي من الذين يحاولون يغيرون عالمنا وذلك لا لديهم مستقبل ولهذا أقول فعلا أنه هذه الصور والنماذج الموجودة بالأساطير مثل مثل قيل قامش رغم أنه خمسة آلاف سنة من هسة أكثر مثقفين من داعش وما عليكم من الملامح الطفولية ملامح الطفولية قيقول صاحب السؤال فكرة وجود إله واحد فكرة الخلق من الطين فكرة أرض الخلود الجنة الأفع الشيطان الطوفان النجاة من الطوفان رسو السفينة على قمة جبل الطير مكتشف اليابسة صح هذه كلها عناصر أسطورية لكن الأسطورة لا هي شيء سلبي الحكاية لا هي شيء سلبي عندما الطفل أو الطفلة يرى حلم يتحدثون المامتم هذا الحلم ما هو شيء سلبي لماذا الإنسان يحلم شيء غريب البشرية تحلم ودائما تحلم أكفت شيء جنة الله أيام زمان وخالصة أولادكم الله يخليكم لا تقولوا لهم أنه زمن الملكية كان أحسن صدقوني كانت نفس التعاس اللي نحن بينه كان غير شكل بس الناس لم يكن تشبع هم كان يكون مشاكل لكن لا تجعلوا خاطرهم بالعكس قلوا لهم المستقبل أحسن سننتصر سنطر الداعش سنبني عراق كويس سنتعاون كلنا ونجعلنا نتجاوز كل فروقاتنا اللي يبني على المستقبل عنده عنده شيء لكن اللي يبني على الماضي من هسا أقله عزل نحن خسرانين لأن الماضي انتهى لا نستطيع نرجع زمان أي زمان من الماضي ونعدل بينه لا نستطيع نجعل الحرب العالمية الثانية لم يكن صار ولا حرب الخليج لم يكن صار ولا غزو العراق هذا صار نقبل ومن هذا نستطيع نصلح هذا ونرقع هذا ونعمل النفد بل نعمل في حضارة عراق جديدة فاديوم ونحلم لا لا حلم المستقبل عنده واحد بالمئة شانس بس حلم الماضي ولا شانس ما عنده منتهي ولهذا قلقامش هي قصة هذا الماضي الثائر على الآله قلقامش يثور على الآله بديع أحب القلقامش لأنه يريد يقول ليش أنتم ما تموتون وأنا أموت أنا همريض ما أموت ليه هذه الثورة بديعة وكل الإصلاحات الدينية هي ثورات زين هل الرجل عندما يريد أن يحاور المرأة يحاورها بقوة وبعنف هل استمد هذه القوة من الأساطير لأن كانت تمثل قوة الرجل طبعا قوة وهمية أقصد الرجل الشرقي كلامك مضبوط هي حقيقة المرجلة أكو مثل عندنا كل صحيح ما هو رجال اللي ما يخاف من مرته أنا أترجم بالحقيقة ما هو رجال اللي ما يخاف على مرته يخاف علي أن تزعل يخاف علي أن تنقهر يخاف علي لأنه لازم يدلله رومانسي وشكو بيا الرومانسية كون رومانسي يا أبو صدقني المثل هذا يعجبني إذا يخاف علي الواقع غير شكل الواقع غير شكل مع الأسف ولهذا بس أنا أقل لك فتشي خلي لا يسمعون النسوان كوي الرجل المعقد بسبب خوفه من أمه يصير قاسي على النساء لأنه تربى كطفل مدلوعة نحن سبويل تشليدرن سبويل بويز يعني نحن كن أساء تربيتنا اللي يتربى ببيت ماكو فرق إذا أبوك وأمك ربوك على أساس ماكو فرق بينك وبين أختك ما يكون عندك مشكلة بس إذا قلوا لك أنت غاسك محلوق وأش ما تعمل وأنتي استحق عدي وركين شبي ماكو شسمه طبعا هذا رح يطلع دائما غيور غيار خواف سلطوي اقتحامي حتى فيه حبه يكون اقتحامي بينما شون الرجل يكون حتى تحبه حتى تحترمه فعلا كوي كثير مرات الرجل يتحول من زوج إلى طفل لأنه بحاجة إلى حنيته ماكو ماكو هسة بالمجتمعات الغربية فديوم شفت واحد أحد أصدقائي من فتبلد ما قول اسمه الزوج وحدي من الشرق قلت له بلدك كل البنات حلوين وهكذا يعني فالجمال عليهم ليش ما تزوج جت جوج وحدي من الشرق قال لي بسبب هل توجهات الايديولوجية تحولت نسواننا إلى غجيل وغجيلنا إلى نسوان وكنا عد كموجينا مع منك الشيء فإذا هذا هذا حضاري بس أنا اللي أشوفه بتاريخنا الشرقي كثير مرات ما ينضج الولد مثل قلقامش يظل مراهق يظل مراهق عينه برة بينما هو عنده جوهرة ما يدخل جوه ليش ما يدخل جوه لأنه جوه هوني ما دخل قلقامش بسبب صداقة انكيدو دخل إلى عماقه وموت انكيدو خلانه يشعر بأنه دني ما تسوى وراح موتنا فإذا الرجل الشرقي إلى أن يموت يكون مثل واحد تائه قيدور على جوابه ما يلقينه برة جوابك تقوله بايعة الحانة اللي على الحدود القصوى تقوله جوابك في بيتك أحضن مرتك ولعب ولادك هذه الحياة ابني بيتك ولهذا أنا أشوف هذه هذه الأساطير الجوانب السلبية من الأساطير كند مرتنا في معتقدات باطلة بأن النسوان ولو يختلفون بس ممكن ممكن تكون أنجل أميرك لاي كم سنة تحكم ألمانيا ها ألواء كان لدينا نص أنجل أميركل ها لها كذلك رجال فاشلين لها مرأة ناجحة مثل أنجل أميركل أحسن لنا أنا أنتخب للعراق دعو تأتي بعد ما طلعت قاعد تعالي يوم تعالي يحكم هذا الشعب يعني يبقى يبقى الرجل الشرقي مع الأسف لا يرى نفسه المرآة والمرأة هي مرآة أنا أحب كلمة مرآة ومرأة يتشابهون إذا تريد تشوف صورتك باع بعيون المرأة اللي هي مرتك واللي هي أمك واللي هي أختك واللي هي بنتك وإذا أنت أهنتم هذول الأربعة أنت شنو قيمتك شكرا هذول اليوم الغجال سيطعموني قتلي سؤالي عن الصورة ممكن هذا الشخص مجبر على القتال وإحنا نعرف داعش يجبر الناس على القتال هاي الصورة قصدك هاي الصورة فعلا أنا معاك أنا معاك هاي الصورة هاي الصورة يعني ممكن ننظر للعدو ممكن ننظر للعدو نظرة أخرى أنه هو مغرر به هاي قلتوها يعني كرازة الثاني يوم اللي حدثت الحادثة مع الواحد وعشرين بهذا الشهر لما دخلوا دواعش البيتنا والله والله ستر بناتنا والحمد الله طلعنا سلامات قلتوها هذول يكلم مساكين مغرر بيهم يعني إذا ما تروح تفجر نفسك نقتلك طبعا يطيع فأكو غسل دماغ هوني أتذكر كان أنا بعدني صغير كان أكو طبيب بالموصل كاتب كتاب الصور كان اسمه فخري الدباغ دكتور فخري الدباغ سنة الف وتسعمية وتسعة وخمسين ستين كنت كتب كتاب غسل الأدمغة كنت أتعجب من هذا العنوان وقرأتونه بلذة معقولة أكو ناس ممكن ينغسل دماغة صدقوني جيتوا هسا بهذا العمر أتعجب أنه أكو هاكو هاكو يعني هاكو مكينة صناعة لغسل الأدمغة وهل قد شباب دي يفجرون نفسهم حف عليهم كلهم شباب صغار هذول يفجروا نفسهم ببيت البنات خطيئة شفتوا جثثهم هرام كلهم تساطاعش عشرين سنين وواحد من الجيران اللي قدر أن يحكي معاهم ويهديهم قال كانوا كلهم مكبسلين كانوا كلهم مخذين مخدرات لأنه ما ممكن إنسان يفجر نفسه إذا ما يكون عنده هاكو كبسلة ما واعي ما واعي فإذن هذه الصناعة اللي سماها سماها أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة هذه الصناعة هي تقنيات متطورة جدا جايبية من كثير من الجماعات الإرهابية والصناعة الإرهابية الله يستر منها حقيقة هي مكينة ورح نكتشفها وأنا أتابع هذا الموضوع وأتمنى أنتم تتابعون من السوء بعد تفكرون يعني شلون ممكن شاب يترك عائلته مثل هذا التونسي ترك أبونه تونسي طبيب فالطبيب إنسان طيب حباب يخدم الناس يومين بالأسبوع يعالج بلاش فاليوم اختفى ابنه مراهق وشاف نفسه بسوريا وبعد ما اكتشف الحقيقة الولد هذا خبر بابا تعال خلصني الله يخليك أنا اتوردته فهذا خطي المسكين الرجال أخذ طيارة من تونس إجهل إسطنبول وحتى يحاول أن يأتي إلى غازي عنتاب حتى يعطي فلوس يشتري ابنه يخلصه لماذا لا يصل بمطار إسطنبول وتنفجر قنبلة بمطار إسطنبول ويموت في مطار إسطنبول هذا ويرجعون جثته هم الأبراح وهم الأبن فقدونه وهذه العائلة انتهت خطيئة والصحفيين والمقابلات تعالوا شوفوا يعني خلي ندخل في في قلب هالمأساة مأساة الجهل ومأساة استغلال الجهل اللي تصير بلادنا ومنطقتنا ترى ماكو ماكو حل أنه نحن أوكي انت اقتنعت شيلت شنطتك ورحت وأخوك بالعالم الغربي وما فيش بس راح تلحقك المشكلة هونك هم أكو إرهابيين وباريس هاي قبل 13 نوفمبر الماضي هسا راح يصير لها راح يصير لها سنة بعد عشت يام فاتوا بهذه القاعمة الموسيقى فاتاكلان خطيئة 200 وحد قتلوهم قتلوهم هالشكل يعني ماكو مكان هسا بالعالم يسلم أقلم للغربيين ساعدونا الله يخليكم ساعدونا ترى أنتم هم يصلكم النار إذا بيت صديقك يشتعل رح ساعدوا طفي نار بيت صديقك وإلا النار تصلك على بيتك ساعدونا يا غربيين ساعدونا لأن انت اختلط العالم ضاعت الحسبي وأغلب الدواعش هم غربيين صدقوني أكثر من عشرة آلاف واحد جايين من الغرب وناس يعني يشوف فخامة وهاي وصيغين دواعش وجايين مجانين قسم مجرمين أشكال وألوان من هذا التعصب الغريب فأنا أقول فأنا أقول هذولي ما بس يحتاجون أنه نقصفهم ونقتلهم بالطائرات وبالأشيس ملاخطي لا يحتاجون يحتاجون غير شي هذه الشعوب كثير موضوع من قامش إلى داعش أبينلكم أنه هذا موضوع يسوى أن نفكر بينه كلتنا أنا أحاول أنه أنه أقول لكم قهري أقول لكم تأملاتي أقول لكم قراءاتي أقول لكم محاولاتي بس أريد منكم أيضا تكونوا معاي سؤال أخير ولو سؤالي خارج الموضوع مثلا نقول كل أعمالنا هي بإرادة الله فماذا هي إرادة الله تدخل في الحروب والكوارث الطبيعية والدمار والزلازل والقتل والشكران أبدا ما صحيح أبدا ما صحيح السؤال لأن الإنجيل يقول إن أباكم يعلم يعرف يعني إذا هذا الأب التونسي المسكين لو كان يعرف ابنه رح يلتحق بداعش كان يخلينه مستحيل فإذا ما دام الله خلقنا أحرار هذه الحرية هي سبب الكوارث وما دام الله خلقنا أذكياء ذكائنا ممكن يجنبنا الكوارث يعني إيطاليا قبل أسبوعين ثلاثة صار زلزال ماتوا كم واحد بس لأن أخذوا درس حسوا وعندهم مجسات عندهم أجهزة زلزال اللي صار أول مبارح ما مات كل أحد تعلموا فإذا اليابان أكثر بلد زلزالي لأنه عندكم الخطوط الزلزالية معروفة اليوم بالعالم البلد اللي عنده ويقف على خط زلزالي هاليوم أكو مقاييس مهندسين المعماريين يعرفون أشون يبنون بنايات تقاوم إلى تسعة ريختر إلى تسعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو ويقع على خط زلزالي جدا خطير صدقوني رحتوا سان فرانسيسكو عايشين وعندهم سيطرة منصغ زلزال سنة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين ألف وتسعمية ألف وتسعمية وتسعة وثمانين صار زلزال في كاليفورنيا ماتوا بس سبعين شخص نفس الزلزال صار بنفس الوقت صار في جمري في مدينة شبيتاك شمال أرمينيا ماتوا خمسة وعشرين ألف شخص والسبب كان أنه الاتحاد السوفيتي ما يدير بال بذاك الوقت ما بنى بيوت تقاوم الزلازل بينما كاليفورنيا بيوتهم عمارات يعني ناطحات سحاب ما تقع ما تقع مثل الأشجار أخذوا السيستيم مع الأشجار أنه تتمايل وما تقع زين ليش هونك 73 والسبب أنه جسر سان فرانسيسكو هو اللي نهز كثير ووقع على البيوت اللي كانت تحته قتلتهم فما ماتوا كثير فإذا سؤالك ما هي إرادة الله يعرف الله أنه إحنا تراب إحنا مساكين بس عطانا عقل وعطانا إرادة وعطانا أنبياء يدعونا إلى الحب والسلام وهذا طول الوقت السلام عليكم وسلام عليكم وين هذا السلام يلا أطعونا هو الله يحفظكم ونشوفكم أسبوع القادم ساعة خمسة وكان قلل لكم بأن واحدة من الجمع ما رح ما رح حكون رح حكون رقلي على رقلكم شكرا جزيلا القصة ما تأخرنا كثير يلا 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 تل دقائق المال مهم كلتنا نعرف أنه المال مهم بس كثير مرات ما نستفيد منه يعني نجمع المال وأذية على البشر أحيانا نبقينه بالمصارف اسمعوا هذه القصة توفي رجل بريطاني رجل أعمال وترك لامرأته مليار جنيه سترليني في البنك تزوجت أرملته شابا من موظفي زوجها الموظف الشاب قال كل هذا بينما كنت أعتقد أني أعمل لمديري لكنني الآن أدركت أن مديري كان طوال الوقت يعمل لي المغزى من القصة إن الأهم هو أن نعيش لفترة أطول أحسن من الحصول على مزيد من الثروة احرص أن يكون عندك صحة وجسم قوي وسليم ففي الهاتف الخلوي الذي عندك يوجد 75% من الأبليكيشنز عديمة الفائدة وفي السيارة الباهظة الثمن يوجد 75% من السرعة القيج مع السرعة أبد ما رح تستعمله موجود إلى 250-300 كيلومتر أبدان ندير بالك لا تسوق لا توصل للجيج للنهاية إذن 75% مننا بلا فائدة وفي المنزل الكبير الفخم 75% من مساحته غير مأهولة وتبقى غير مستعملة وفي الكنتور خزانة الملابس من الملابس نادراً ما ترتدي 75% مننا وما نكسبه من أرباح الحياة 75% نتركه للآخرين يستخدمونه وفي كل إنسان مواهب 75% لا يتم استخدامه السؤال كيف يمكن الاستفادة من 25% التي لدينا روح عمل فحص طبي إذا شعرت أن صحتك في خطر اشرب ماي كثير حتى لو أنت مع عطشان واترك الأنا مالك إذا قدرت اغفر حتى لو كنت على حق اترك كن متواضع حتى لو كنت قوي ومقتدر كن قانع حتى لو كنت قوي وحياتك راح تصير عظيمة لأنه مجانا أخذتم مجانا أعطوا عيشوا ببساطة وقناعة والله يحفظكم شكرا أعطوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر